حتى لو دخل عدو الإسرائيلي بره لأنه بده يدخل بمكان ويقصف بوحشية أكثر الأماكن الباقية إذا دخل من الشمال بده يقصف باقي غزة إذا نحاول تقدم وأنا منتظر كما الكل أنه دخوله إلى غزة سيكون فعلا مغبرة لإله السبب بعده لهلأ ليه ما دخلوا أخر لأنه ما استكمل استعداده في خلل ما استكمل استخباراته شو فيه بغزة حتى مبارح حاول أنه يبعد دورية قوة مش دورية سيطلع للدخول إلى قرب خان يونيل وعبة كمين فلي ذلك تراجع ليكتشف أنه عند حماس فيه استخبارات قوية وعنده هو لا يملك لأنه ما عرف أنه هني ناطرينه فإذا بعده عم بأجل عم يتردد الأمريكان وحلفائه الغربيين عم ينصحوا ما يدخل مش كرمالنا كرمال ما يوقع بمصر دي وبكمائن ويتلقى صفحة كبيرة أكتر أكبر لح تكون من طوفان الأقصى بس أنا رأيي الشخص القرار تخذ بالدخول والخطة العسكرية تخذ سياسياً وأبلغت القوى العسكرية القوى العسكرية عملت عدة سيناريات للدخول بعد ما رأيت أنه بده تتبعه وأنا رأيي الشخصي يعني بشكل عام بده يدخل بطريقة لأنه ناتنياهو فيه مأضى كبير داخلي وخارجي مجرد ما يترك رئاسة الحكومة وحتما إذا ما دخل لن يأتي من جديد رئاس حكومة وإذا لم يأتي رئاس حكومة بيعرف هو أنه مصيره السجن وانتهت حياته السياسية والرجل ذاكي مش مجنون ولا مغامر بس برأيي ما فيه ما يدخل يعني كلاهما أمر من بعضه مر أو أمر من بعضه لذلك أنا قلت هو أمام هذا الواقع اللي عنده إيه بده يقول لك طره أو نعشه هلأ هو بالنعشه لأنه مهزوم طيب هل يا ترى بيضمن أنه طره بيقلك إذا دخلت مهما تكبت خسار بدي حقق مكاسب ميدانية على الأرض هذا هو وأنا بشك أنه حقق مكاسب ميدانية على الأرض السبب نعم لماذا هذا الشك السبب أنه بعد الحماس في نظر المراقبين كلهم ما خسرت أكتر من 25% من قوتها العسكرية إن كان بالعديد أو بالعتاد وأكبر دليل أكبر دليل أنه كل هالقصف الوحفي من أكتر من أسبوعين وعم توصل الصواريخ إلى تل أبيب مبارح وعطقلان ومعطقلان وصاروا عملوا عملية إجراءة كبيرة محترين هنه في مأذق تسمع كي وبعدين بعدين هنه بيعرفوا أنه ما بدي أشرح كتير نحكي كتير عن أنفاق وما أنفاق ما قادرين نرسلوا لأي لا ما عندهم خريطة مظبوطة عن الوضع الميداني عم بيحكي عندهم خريط غزة وصور غزة بس وينهم الجماعة حتى الآن أنا عم طلع كعسكري عم شوف مشهدين قدامي مشهد إبادة وقصف وحشي ولم يحصل بالتاريخ يعني 12 ألف طن من القنابل أرقيت على غزة خلال أسبوعين طيب ومع هيك عم بيطلعولون معناته أنه من ناحية فيه ناس عم تنقتل بشكل وحشي ومقصود لأنه الطيران الدقيق عندهم F-15 F-16 ما معقول هيدا يسيب بالغلط هيدا عم يقصد المستشفى وعم يقصد عم يقصد المدارس وعم يقصد كل شيء طيب وبنفس الوقت طيب شو الإنجاز العسكري اللي حققه لحد هلأ فيك تقلي غير هذا القصف الوحشي عطيني إنجاز عسكري تقرب متر ولما بقلك ما قدر يقضي على مقاتلي حماس اللي بنسبه ضئيلة جدا وقام بحرب أمنية وقتل وقتل مجموعة من القادة وهولي ما يعني ما بيأسروا على نتيجة المعركة وعارف شو منتظره بحرب شوارع ينطلق فيها مقاتلين أشب داء عندهم عقيدة قتالية وكفاءة عسكرية وقتالية ويعرفون الأرض جيدا جاي يتنزلهم أبيهم المجندين من الاستدعاهن وما بيعرفوا الأرض وثالثا الجيش معنويات أين هي المعنويات اليوم عند الجيش الإسرائيلي كل الخبراء بيقولوا انخفضت دير الجيش انضباط وتبقى الله قائد سلاح طيران أنه في أكتر من مئة طيار رفضوا الخدمة غير ما عم نحكي على القوات البرية فإزان في خلل عندهم داخل الجيش لذلك عملية غزة بنحكي على فيها كتير نحن منتظار ما سنرى